حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان مع استمرار الاشتباكات بين أطراف النزاع وقال وورسميت إيدن وورسورنو بودير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن 24 مليون شخص وأكثر من 14 مليون طفل في السودان يعانون من انعدام حاد في الغذاء ونقص في المعدات والخدمات الطبية جراء تواصل المعارك في العاصمة الخرطوم وولاية كوردوفان وجنوب دارفور وتسبب الصراع الذي دخل شهره الرابع في مقتل أكثر من 3000 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين وإلحاق أضرار واسعة في البنية التحتية وتعطل الخدمات الأساسية وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة